عصيرتي للقرية مبارح كنا عم نتحدث أنا وياك أنه أنت وجيلي وجيلك ننتمي إلى يعني نحن صناعة كذا عصر ومرحلة يعيشنا أكتر من زمن بزمن واحد بس هذه الزاكرة بالنسبة للي مثلك أظن هي خزان كبير لكتابة شيء مختلف بلا شك نعتقد أن هذا السياق أو هذه الأزمنة الموجودة في جيل واحد أو في جيلين يعني ربما لا ينتبه لها الآن لأننا نمر بالأشياء ولا نشعر بها لكن حين تتذكر أو حين تقيسها بسلوك أبنائك وبناتك وبأسئلة أبنائك وبناتك يعني بعض المفردات ليست موجودة في قاموسهم أصلا يعني أو ليس لها الدلالة الموجودة في قاموسك وحياتك نعم فأنا أعتقد أنه ستأتي مثل أنه ستأتي أهمية هذه المرحلة لاحقا ستأتي لاحقا وأنا أعتقد أنه الأجيال التي جاءت مثلا بعد عام الألفين ربما ينظرون لنا يعني كمخلوقات جاءت من العالم القديم يعني خصوصا حين نتحدث عن أشكال حياة المرحلة كائلات منقرضة نعم بدون شك هذه زاكرة يعني زاكرة مهمة لصناعة نص لكتابة نص مختلف ويكتبوا أصلا يكتبوا